المنطقة بحاجة لتكاتف الجهود استقرار وتضمن مستقبلا أفضل لدولها وأجيالها وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الكضيبية صباح اليوم السفير رونالد نيومن سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق لدى مملكة البحرين عضو مجلس سياسة الشرق الأوسط والسفير ريشارد شمير رئيس المجلس والدكتور توماس آر متاير المديرة التنفيذية للمجلس الذين يقومون بزيارة إلى مملكة البحرين وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط إلى مملكة البحرين مشيدا سموه بالجهود التي يقوم بها المجلس عبر ما يقدمه من أبحاث ودراسات في تعزيز الفهم المشترك للقضايا المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المراكز البحثية في تعزيز التفاهم والتواصل بين الدول والشعوب وبناء رؤية دولية جماعية متقاربة تجاه ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات وبخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا في تنسموه إلى أن ضمان نجاح جهود المجتمعات على صعيد التنمية واستدامتها لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك ووضع آليات فاعلة تضمن أن يسود الأمن والاستقرار ربوع العالم بما يحقق الخير والرفاهية للشعوب وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الوفد خلال اللقاء إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين على صعيد دعم جهود المجتمع الدولي في قضايا الأمن والاستقرار من جانبه أعرب السفير رونالد نيومن عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود سموه الدؤوبة من أجل نشر السلام والاستقرار في العالم ومنطقة الشرق الأوسط مشيدا بالسياسات التي تتبناها مملكة البحرين في دعم ركائز التعاون الدولي في مجال الأمن والاستقرار